بدأ المسار الفني لدافيد سيريرو قبل خمسة وعشرين عاماً خلاله قدم نحو ثلاثة آلاف حفل موسيقي في جميع أنحاء العالم وتوقيعه الخاص دائماً أداء في الختام للنشيد الوطني المغربي ولد مغني الأوبرا العالمي دافيد سيريرو عام 1981 في باريس لأبوين يهوديين مغربيين تعود أصولهما إلى مدينة فاس ظل متمسكاً بهويته المغربية وهو يتنقل بين فرنسا وروسيا والولايات المتحدة حيث استقر به المقام في نيويورك محطة انطلاقته الفنية وشهرته بصوته القوي وحضوره المتميز سيشتهر بأداء أدوار رائدة في أوبيرات خالدة كتاجر البندقية وعطيل وسيرانو شارك كذلك في العديد من المسرحيات الغنائية الأمريكية مثل كارمن ودافيد سيريرو فنان متعدد المواهب فبالإضافة إلى غناء الأوبيرا هو عازف وممثل ومنتج ومخرج لعب في أزيد من مئة فيلم ومسلسل تلفزيوني وسجل أكثر من خمسين ألبوماً في حفلاته إيقاعات وأغاني متميزة يؤديها بلغات عدة الإنجليزية والفرنسية والروسية والعبرية ثم الدارجة المغربية التي يقدم بها أغاني شعبية من التراث اليهودي المغربي في ختام كل حفل له يعبر سيريرو دائماً عن حبه لبلده وبلد أجداده وعن ارتباطه بهويته بأداء النشيد الوطني المغربي وأيضاً بتوظيف القفطان المغربي في عروضه يقول دافيد سيريرو إنه يؤمن بأن الفنان لا يمكن أن يصل بفنه إلى العالمية إذا تخلى عن هويته وإرثه الثقافي وأصوله وماضيه وهو يحرص منذ سنوات على توثيق الموسيقى المغربية إذ عمل على كتابة وتوثيق المعزوفات والألحان الشعبية كي يتمكن الموسيقيون الشباب من التعرف عليها وأدائها كما يوضح الفنان العالمي الذي عرف أيضاً بانخراطه الكبير في العمل الإنساني حصل على العديد من الجوائز بينها جائزة التنوع من منظمة اليونيسكو وفي 2021 حاز أربعة جوائز برودوي وورد كأفضل ممثل في العشرية وأحسن منتج كوميديا موسيقية وأفضل منتج لعمل مسرحي ثم أفضل مغني أوبرا خلال السنة وفي السنة نفسها سلمه عمدة نيويورك شهدة تقدير من المدينة لإسهامه في إثراء مشهدها الثقافي وإغنائه مجالات الفنون والمسرح بها الفنان دافيد سيريرو يعد حالياً لإطلاق أول فرقة أوبرا في المغرب وذلك بمناسبة حفل مقرر يوم الثلاثين من نوامبر المقبل يقول موضحاً إن الهدف من تأسيس فرقة أوبرا في المغرب هو أن يشمل هذا الفن النبيل كل القيم المغربية المتمثلة في الكرم والتسامح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر